أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطلب الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي نرحب بكم في المحاضر الرابع عشر والتي فيها سنتطرق إلى جزئية مهمة في البحث العلمي وهي جزئية فيوستاتيستيكس كورس في الجزئية الإحصائية الحيوية هذه سنتحدث عن الداتا البيانات وأنواعها وتلخيصها وطريقة عرضها جزئية جدا مهمة بعد أن تخرج لدي نتائج البحث بتاعي أو نتائج التجربة بتاعتي بالتالي يجب علي أن أقوم بتلخيصها بالطريقة الأمثل إضافة إلى ذلك عرضها بالوسيلة الأفضل سواء كان من خلال تيبلز اللي هي الجداول أو كان من خلال تشارت الرسومات البيانية البيانات عادة في الدراسات البحثية بتم جمعها حول خصائص محددة لكل شيء أو لكل موضوع بعد ذلك يتم تصنيف أو توزيع البيانات إلى مجموعات بهدف المقارنة ما بين هذه المجموعات ونتذكر مع بعض لما عرفنا الـ variables أو المتغير سابقا عرفنا بأن القيم المختلفة لنفس الشيء أو الخصائص المختلفة لنفس الشيء تمام؟ مثلا الجندر عبارة عن متغير إيش القيم اللي بياخدها الجندر بياخد قيمتين ميل أو في ميل مثلا blood group فصائل الدم عبارة عن متغير ما هي القيم التي تأخذها الـ blood group؟ آه بتأخذ عدة قيم A لدينا فصيلة دم A فصيلة دم B فصيلة دم A B فصيلة دم A B فصيلة دم O فالقيم المختلفة لنفس الـ object أو نفس الشيء هي الـ variables type of data أنواع البيانات العلماء في الرياضيات أو تحديدا في علم الإحصاء قسموا البيانات إلى نوعين رئيسيين النوع الأول qualitative أو categorical data البيانات النوعية أو الفئوية النوع الثاني هي البيانات quantitative الكمية quantitative data بخصوص النوع الأول البيانات النوعية أو الفئوية ينقسم إلى ثلاث أقصام أو يوجد على ثلاث أشكال الشكل الأول nominal data البيانات الإسمية بيانات الإسمية فيها يتم تصريف المتغير إلى مجموعات أو أصمار بناءً على الصفة المشتركة مثلاً residency place مكان السكن في المركز في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب فلاحظوا حضراتكم نعبر يعني مكان السكن يعبر عنه بأكثر من قيمة لكن كل يعبر عنه بأكثر من شكل كل شكل ليس له علاقة بالشكل الآخر الشرق مالهوش علاقة بالغرب الشمال مالهوش علاقة بالجنوب نفس القضية لو تكلمنا على الحالة الاجتماعية single married widowed divorced free union أصبح من نفس القضية الحالة الاجتماعية متزوج أعزب أرمل منفصل مطلق ما إلى ذلك لاحظوا حضراتكم هذه بسميها البيانات الإسمية النوع الثاني من البيانات الفئوية dicotomous binary طبعاً يتم إدراجها تحت البيانات الإسمية لكن هذا النوع من البيانات فقط المتغير فيها يتم التعبير عنه فقط بشيئين عشانك سميناها binary عشانك سميناها باينري عشانك سمي المثال gender male for male employment status الحالة الوظيفية موظف عاطل عن العمل فقط المتغير يأخذ قيمتين فقط قيمتين طب إذا المتغير أخذ أكثر من القيمتين بصير nominal variable نوع الثالث هو البيانات ordinal أو البيانات الرتبية البيانات ordinal أو الرتبية فيها يتم تصنيف المتغير إلى مجموعات أو أصناف زي تعريف البيانات النومنال طب إيش إضافة إلى ذلك إيش الفرق عن النومنال أو عن الإسمية إضافة إلى ذلك يتم ترتيب المجموعات تصاعدياً أو تنازلياً يعني في عندي تدريب مثال social economics level المستوى المعيشي high medium low لاحظوا حضر لكم في تدرج high medium low مستورضة معارض محايد موافق في تدرج لكن كلها بترجع كلها البيانات هذا نوعها فئوية أو نوعية categorical data يعني بيانات فئوية أو نوعية نشوف المجموعة الثانية هي البيانات الكمية quantitative data الquantitative data تنقسم إلى قسمين النوع الأول نسميه بيانات discrete أو بيانات كمية منفصلة البيانات المنفصلة هي عبارة عن أعداد بيانات عددية قابلة للعد ولا تجرى عليها العمليات الحسابية يعني الجميع والطاريح والقسمة ولكنها أرقام صحيحة يعني لا تحتمل كسور البيانات الديسكيت دائما أرقام صحيحة لا تحتمل كسور ومثالها number of spring قديش عدد اللي هو الموليد الجدد أو عدد السلالة أو عدد تمام بنفع أقول والله عندي واحد ونص موليد جدد بنفع أقول والله سبيل مثال أكم أخ لك والله عندي ثلاث أخوة ونص بنفعش فهي أعداد أرقام كمية أعداد زي ما اتفقنا لكن لا تحتمل إيش الكسور لا تحتمل الكسور تمام طب إيش رأيك بخصوص أعداد الموليد مثلا السنة هذه والله إن ولد في المنطقة الفلانية مية ونص مولود بنفعش النوع الثاني من البيانات البيانات الكمية المتصلة هي أعداد أيضا مثل البيانات الدسكريك هي عداد بيانات عددية قابلة للعدوى تجرع عليها العمليات الحسابية وتحتمل 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 كسور يعني يصح إنه نعبر عنها عن كسور إيش في كسور مثال قد يش مثلا الوزن والله سبعين كيلو جرام ونص سبعين كيلو جرام وثلاث تربع طب قد يشطوا والله مية خمسة وسبعين سانتي ونص ها تحتمل إيش الكسور الكلوكوز لفل إن بلض والله مية وخمسة تمام طيب هذا مخطط أيضا بعيد نفس الكلام اللي طوحة كنا الداتا السمري جنرالي ويوينتو شو ذا داتا إن السمري فورم تمام يعني عادة إحنا نسعى لإظهار النتائج بتاعتنا أو البيانات بتاعتنا بشكل ملخص وما نسعى الإبراز عادة أنه هو عدد مرات تكرار المتغير أو المتغيرات المعروفة بالفريكوانسي الفريكوانسي عدد مرات التكرار تمام فدائما التلخيص يتم بداية التلخيص للبيانات أنه أنا أعرف عدد مرات تكرار كل متغير لو عند الجندر ميل في ميل بدي أعرف عدد مرات تكرار كل متغير زي ما عدنا حنشوف في الأمثلة طبعا هذا الشيء انطبع لبيانات الكمية والكيفية أولا سمري في كاتيجوريكال داتا نتحدث الآن عن طريقة تلخيص البيانات الفئوية اللي هي الكاتيجوريكال دائما وأبدا دائما وأبدا في الكاتيجوريكال داتا فيه ثلاث خطوات بدنا أخطوكم في بالك كباحث الخطوة اللي بدي أعملوا جروبينج أوف داتا أعملوا جروبينج للداتا يعني تصنيف البيانات إلى فئات وطبعا موجود قدام المثال عبارة عن مجموعة من البرازايتس الطفيليات اللي عاملة مشاكل أو عاملة إسهال أو عاملة ديارية عند الأطفال 21 برازايتس الجاردل انتميبا الأسكارس لاحظوا حضراتكم ملخبطين يعني موجودين بشكل ملخبط يعني مش مرتبات فأول خطوة من الخطوات الثلاث لتلخيص البيانات الفئوية إنه بدعمل جروبينج في داتا توزيع البيانات أو تصنيف البيانات إلى فئات أو إلى مجموعة الخطوة الثانية بدعمل كالكوليتو فريكوانسيز بدأ أحسب التكرارات لكل مجموعة من المجموعة اللي أنا هشوف كيف الخطوة الثالثة بدأ أحسب الريلاتيب فريكوانسيز حساب النسب المؤوية للتكرارات فأي كاتيجوريكا لداتا في الدنيا لازم أمر في الخطوات الثلاث هذه لكي أتمكن من عرضها تمام؟ تمام إذن حنشوف في الكوانتيتيات في داتا الثلاث خطوات اللي حكناهم إضافة لخطوة زيالة حنتحدث عنها إن شاء الله في الشرائح اللاحقة الـ 21 agent للبرزايت أول خطوة عملناها جروبينجو في داتا قسمناهم لمجموعة الـ جارديا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة يعني مسكنا وين في جارديا حطناهم مرة بعض وين في أسكاريس حطناهم مع بعض مجموعة وين في انتميب انتروبياس حطناهم مع بعض وين في انتميب هستورتيك حطناهم مع بعض هذا الخطوة الأولى خطوة الثانية بتحسب الفريكوانسي لاحظوا حضراتكم الجارديا لمبليا ستة منونا نعرف تهم ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هيهم طيب الأسكاريس نفسها ستة لو عدينا الأسكاريس هل لقيها بردو ستة تمام تمام خطوة الثانية حسبت الفريكوانسي يعني عديتهم كل واحدة كل طفيل من الطفيل هذول قديش الفريكوانسي بتبعوه أو قديش نسب تكراره أو قديش عدد مرات تكراره الخطوة الأخيرة في العرض بدي أحسب النسبة المعوية للتكرارات النسبة المعوية للتكرارات اللي احنا نسمي بسيطة جدا القاردة لمبليا قديش عددهم الأطفال اللي وجدتنا عندهم قاردة أو أعزلنا منهم قاردة ستة تكسيم واحد وعشرين ضرب مية في المية بعطينا تماعيش وموت خمسة سبعة الستة التانية تكسيم واحد وعشرين بالنسبة للأسكاريس أيضا تماعيش وموت خمسة سبعة طب الانتميبيا هستريتكا ثلاثة على واحد وعشرين موت اثنين فهيك أنا بقول اللخصة الكاتيوريكالداتا طب في واحد حيقول لي طب بالمعلش يعني أنا مش دائما بتكون عندي البيانات عددها زير واحد وعشرين اجنتز هاي ونكون عددها بالألاف بقول له بسيطة إذا كان عددها بالألاف وبالميات هانا مننتقل لشغل مين انظرها مجزا الاس بي اس اس برنامج برنامج الاكسل برضو أيضا بيعمل فريقواصي ونسب نعوية فهي عندي مثلا مثال تاني لعرض بيانات بأعداد كبيرة بأعداد كبيرة مجموعة من الناس تمام الناس هذول ماتوا بسبب أمراض فالفريقواصي لهم الناس الماتت بسبب الكاتيوريكالدو كانت 12,525 نسبتهم 12,525 تكسيم التوتل 57,0.0.26 بحطينا 29.9% الماتوا بالكانصر 10,321 تكسيم التوتل ضرب 100 النسبة لناوية الفكرة انه الحسبة هذه والتكرارات هذه والنسبة المؤيين للتكرارات برنامج لSBSS وبرامج لحصة تحسبها بتاكة 0 تحسبها بتاكة 0 تمام طيب لان هننتقل عشان نعرف كيف طرق عرض اللي هو البيانات العددية الكمية البيانات الكمية البيانات البيانات أيضا نعرضها أو خطوات عرضها مثل خطوات عرض لكواليتيت البيانات الفئوية لكن هناك خطوة واحدة زيادة ايش نستذكر مع بعض اول شيء بدأ عمل لالداتا لو انا عندي المثال اللي موجود اللي موجود امامي هم عبارة عن طلبة جامعيين جربوا التدخين ولولي مرة واحدة في حياتهم ففئة 19 عام كان عنا 52 طالب جربوا التدخين ولولي مرة واحدة في حياتهم هاي الان التكرارات هنا حسب فئة 20 عام كانوا جربوا 32 طالب التدخين لمرة واحدة في حياتهم فئة 21 46 طالب جربوا التدخين لمرة واحدة في حياتهم وهكذا طب ايش الخطوات اللي انا استخدمت في العرض هنا اول خطوة عملت جروبين لالداتا فئة 19 قدش عددهم تم هاي اللي جروبين وحسبت الـ Frequency هاي الان هاي الخطوة التانية خطوة التالت حسابة Relative Frequencies هاي الـ Relative Frequencies النسبة المئوية في خطوة رابعة خطوة رابعة اسمها Calculate Community Frequencies اللي هي حساب التكرار التراكم هاي التكرار التراكم هذا الجدول هو الجدول تبعته هذا الجدول نفسه لكن ادرجنا فيه عمود زيادة التكرار التراكم بحسبه بطريقة بسيطة جدا شاهدين النسبة المئوية الأولى 14.7 بحطها في أول الصف بعدك 14.7 زائد 9 تضطينا 23.7 بكتوبها 23.7 زائد 12.99 تدين 36.69 بكتوبها 36.6 زائد 18.94 تدين 55.63 بكتوبها 55.63 زائد 7.35 تدين 62.9 أكتوبها وهكذا بالآخر لازم أخلص عند 100 لحال طب إيش فيديت إنه حساب التكرار التراكم بساعدني لو بدي أكسم أنا المجموعة من 19 إلى 25 هي الفئات هذه وتكسم ها لفئتين رئيسيتين كل بساطة بتطلع التكرار التراكم ونحن نقرب عن 50% أو الله أنا حوالين 22 أصبح الفئة الأولى من 19 قريبا عن 30 والله الفئة الأولى من 19 إلى 21 والفئة الثانية من 22 إلى 23 فئة من 24 إلى 25 هيك بعض من أنه في كل فئة عدد الطلاب متساوي أو قريب من بعض هي فيديت التكرار التراكم طيب لاحظوا حضراتكم هاي أنا عنده أعداد كبير هل ممكن أنا أعمل جروب قد حول الـ ممكن عندي أنا أعمار من 1 إلى 15 تمام أعمار من 1 إلى 15 طبعا هذه عبارة عن دراسة تتحدث عن وجود السبتو كوكاس عند مجموعة من الأطفال في عملات عندهم ديارية لأسها طب لاحظوا 15 جروب كتير طب لو بد نكسمهم ل3 أو 4 أو 5 جروب بسيط مشكلة الجدول هذا هو نفسه الجدول لكن هنا كان 15 فعمل الفئة من 1 إلى 3 من أقل من 1 إلى 3 جروب فلو جمعنا قدش الأن فيها 2 و 8 10 و 13 23 29 يعطيني اللي هو الرقم 52 هذا هو النسبة المروية 52 على 394 وهي التوتل طبعا ضرب 100% 13 و وهكذا فأنا ممكن لو عندي جروبات عدد كبير من الأعداد أحاولها جروب هذا أفضل دعم الكونتينيواز داتا أو الكونتينيواز داتا بحاول أعملها أو حاول لكاتيجوريكال داتا لما يكون فيها مني كاتيجوريس يعني كاتيجوريس كثيرة هيك الجدول دم وأخاف وأفضل في العرض هيك الجدول بتحس كبير ومشتن تمام تمام طيب اللي إحنا طوى عرضناهم أو طرق عرض البيانات تتكلمنا عنهم كانت عبارة عن جداول طبعلا هناك طرق أخرى آه هناك طرق أخرى برضو إلها استخدامات الكاتيجوريكال داتا ممكن أستخدم البارتشارت تمام أو البايتشارت لعرضها البارتشارت أو البايتشارت البارتشارت بنسميه المخطط الشريطي البايتشارت بنسميه مخطط الدائرة المجزعة الكوانتيتات في داتا البيانات الكمية بستخدم المخططين أو رسمين بيانيين للعرض طبعا هل هدول رسمين فقط ولا في غيرهم لا في غيرهم بس هدول أشهرهم الأول اسمه الهستجرام تمام اللي احنا منسمي المدرج التكراري والتاني اسمه البلوجون اللي احنا منسمي المضلع التكراري بخصوص الكاتيجوريكال داتا البار والتشارت والبايتشارت هل هم هدول فقط اللي مستخدوهم للعرض ولا في غيرهم لا في غيرهم لكن هدول الأشهر فالأربع تشارتات أو الأربعة تشارت اللي موجودة أمامكم هم أشهر طرق عرض البيانات أشهر طرق عرض البيانات يعني المسلمات الميانية هده هي الأشهر طيب اتحدث عن البارتشارت طبعا هاي شكله اللي هو مخطط الأشرطة البارتشارت عادة مهم جدا دائما لجربات أو المجموعات في الواي اكسس بيكون الفريقوانسي أو رائلتف فريقوانسي يعني التكرارات أو النسب المئوية للتكرارات يعني 30% من الطلاب كان عندهم الصفة هذي أو 15 طالب كان عندهم الصفة هذي يعني رائلتف فريقوانسي اللي هي النسب المئوية أو التكرارات نفسها ولاحظوا حضراتكم تستخدم لكاتيجوريكال ونيوموريكال داتا كاتيجوريكال ونيوموريكال داتا البيانات الكاتيجوريكال التصنيفية وأيضا لنيوموريكال إذا كانت جروب إذا كانت جروب أيضا بستخدم لها الباردشار لكن إذا كانت لنيوموريكال عدادة كبيرة لا بستخدم كل بار يمثل مجموعة زي ما تقول حكيت ولازم يكون فيه فراغات ما بين الأشرطة أو الأعمدة هذه لازم يكون فيه فراغات الفعشة تكون ملتصقة لأن الملتصقة معناته من العمود الأول وعلاقة في الثاني وعلاقة في الثالث وعلاقة في الرابع لا الباردشار تستخدم كلنا الكاتيجوريكال داتا يعني لو كان هذا من غازا وهذا من خانون من خان يونس وهذا من رفع وهذا من عسبين مثال من النورث وهذا من الميدل رجين لاحظوا كل عمود ما مش علاقة في الثانية مثال عندي مجموعة من المايكروبات المسببة أو المايكروورغانزم المسببة الكريبتوس التنبيب هستوريتيكال إيكولاي جارديا روتافايروس شي قلنا رأسوا حضراتكم بتحية احنا حطينا المجموعات زي بتو تكلمنا في محور حطينا المجموعات اللي هي المسببة في حطينا الفريقونسي والله مثلا التنبيب هستوريتيكال كان ستة ستة من الأطفال كان عندهم التنبيب هستوريتيكال الإيو كلاي كان اثنين طب هل ممكن حط لسبب وياه ممكن من الجدول إما بحط في الواي أقسز فريقونسي زي هيك أو بحط لسبب وياه الاثنين صح طيب لقروبة شايفين البرد شارت هذا هذا لمجموعة واحد أنا افترض هدول الميل طلاب أو الرجال أو لو كان عندي ميل وفميل مجموعتين فقال لك هيك بدك تعرضهم في البرد شارت بدك تلجأ لقروبة بارد شارت اللي بمكنني أن أقارن ما بين مجموعتين هاي نفس الشكل تحتوي لكن الميل والفميل كأنه شكلين على بعض أو شكلين مع بعض فاللون الزهري يمثل الفميل واللون اللي هو الأزرخ يمثل الميل هذا بسمي جروبة بارد شارت بارد شارت مع كام بارزول يعني يفيدني أو يخدمني في جزئية المفي أو ببرزد المقارنة ما بين مين المجموعتين الميل والفميل من حيث المثل طيب البايد شارت أيضا طريقة أخرى أو نسميه طبعا مخطط الدائرة المجزئة أيضا يستخدم العدل كاتوريج وكل طبعا قطع من قطع البايد اللي الدائرة تمثل نسبة مرئوية أو تمثل فريقوانس تمام لا متغير معين لاحظوا حضراتكم هاي مثلا توزيع الحلة الاجتماعية مثلا للومن في المجتمع كان 28% سنجل 44% مرد دايفورس 11% ويدوود 8% 9% لاحظوا حضراتكم كل قطعة تمثل أو كل جزء من الدائرة يمثل نسبة معين طب لو بتدعم الميل وفميل هاي الومن مثلا بتدعم اللي هو الميل حطر هنا إيش أسوي اللي هو الميل بتدقر أعمل دائرتين جمعة واحدة تمثل الميل واحدة تمثل ميل الرجال والنساء تمام تمام هيك احنا نحن طرق عرض اللي هو البيانات الكاتجورية الآن نتكلم عن طرق عرض البيانات 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 العددية أول طريقة من طرق عرض اسمها الهيستوغراما وإحنا نسميها المدرجة تكرارة يستخدم لمين 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 للكوانتيتات البيانات هل هناك فراغات ما بين الأشرطة لا لاحظوا وبشبه البار لكن ايش بكون فيش فراغات ما بين الأشرطة تمام الارتفاع بتبعه تمام يمثل مين مش بس حتى المساحة كمان المساحة تبعته هي اللي تمثل قيمة لأنه الأرقام هذه المسافة ما بينها لها قيمة ولها حسبة تمام وتمثل شيء ودائما لازم يبدأ من الصفر مهم جدا لازم يبدأ من الصفر هذا اسمه الهيستوغرامز أو المدرج التكراري طبعا كيف برسم ومن الجدون شوف القيمة الأولى من كذا إلى كذا قديش له تكرار تبعها برسم خط قيمة التانية من كذا إلى كذا قديش تكرار تبعها برسم خط تمام تمام هستوغرام هستوغرام هاي مثلا موجود أمامي يعني مثال على هستوغرام عدد اللي هو مثل أبناء للسيدات في غزة والله مثلا في منطقة في غزة معينة والله السيدات اللي عندهم طفل واحد قدش كان عددهم 600 إلا شيء يعني 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 أعتقد 580 هاي والله كان عندهم طفلين 200 وإشي مثلا والله عندهم ثلاث أطفال كانت تقريبا 80 وهكذا لاحظوا حضراتكم أنه طبعا خيمة واحد بحط خط لحظة اثنين هي تأتي بعد واحد مش زي ما حكينا شمال غزة جنوب غزة خنون اصرف من مش علاقة فبعد هنا لا يقصن اثنين ضعف الواحد والثلاثة ضعف الاثنين عشان هيك استخدمت استقرام لأنها بيانات عددية هناك لأنه كانت بيانات وصفية بيانات تصنيفية فئوية ما استخدمت كان في فراغات ما بين مين الأشرطة هنا فيش فراغات لأن الاثنين فعلا هي ضعف الواحد والثلاثة فعلا اكتر من الاثنين والاربع اكتر من الثلاثة يعني فيه تدرج تمام في ايضا عندي البيلوغون اللي احنا بنسميه المضلع التكرار فايدته لو انا بدي ارسم اكثر من مجموعة ايضا طبعا استخدم الامريكا الامريكا الاشياء للمثال تبع تول لو انا عندي مجموعة واحدة هذا هي اللي كان طبعا 580 الستات اللي عندهم طفل واحد الستات اللي عندهم طفلين اللي هو تقريبا 180 زي ما تول ايش بسوي وين نقطة المنتصف نقطة المنتصف تبعت كل شريط بقضع نقطة وبأوصل النقط مع بعض خط تمام الخط هذا اللي بأوصل فيه بسميه المضلع التكراري بروح بمسح مين الهستقرام بمسك المساح وبمسح الهستقرام طيب الآن صارت عندي شكل عبارة عن خط ايش فاد للشيء هذا انه انا بقدر لو بدي اجيب مثلا نمبر افصل للسيدات مش في غزة في منطقة اخرى مثلا في خنونس مثلا هاي خنونس غزة هاي مسحنا المضرج هاي المخطط طبعا في خنونس والله المخطط الثاني طب ايش معناته اه والله في خنونس اعلى شوية عن القيم خنونس اعلى شوية عن القيم يعني عدد هانا قدشق متها تلاتة والله اللي عندهم تلاتة مثلا والله حوالي 400 سيدة اللي عندهم 4 والله حوالي 280 سيدة طب لو بدي اشوف كمان منطقية حسابي مثال رفح برضو بعمل خط ثالث نفس الطريقة منطقة اخرى فبقدر هانا اعمل ما بين اكثر من منطقة واكثر من مجموعة عددية هاي فايدية الفريقونس تمام يا احباب كل ختاب نحصل لكم حسنا استمار عليكم